مش احراج لحضرتك لكن كلامي وصير هل انت مع عودة الكابتن حسام البدري لتدريب النادي الاهلي القرار مش في ايدي القرار مش في ايدي اذا كنت موافق لا موافق او بري موافق بس الك موافق اغور موافق يعني الكلام ده وصير كده وصير لانك الليل قعدة بتحت جمع كابتن الخطيب قعد مع حسام علاقات رجعت وكده بصلا مهيبة كل واحد بيشوف حاجة بيبنى عليها جائزة كابتن كانت قعدة عادية جدا لكن كابتن حسام ابني من ابناء النادي الاهلي لأ هلت صالح نادي الاهلي عودة حسام البدري طب هو كولر فين مهودان انا بسألك كولر موجود يعني كولر يكمل كولر هيكمل يكمل وحسام البدري يجي كولر هيكمل وبعدين تقيمه الله أعلم الله يحسر مع كولر مع عودة تجربة كابتن حسام البدري حسام أساسا مرحب به في أي وقت في النادي الاهلي وحسام تجربته كانت نكعة في النادي الاهلي فترات كبيرة جدا على فكرة وراجل ما عمل بطولات وكان ما شاء الله كان عمل فريم ممتاز لكن انت كولر لحد الآن انت لسه ما قيمتوش المسلم لسه مخلص لكن اعتقد ان لو كولر تكمل واخد بطولات والإدارة مقتنعة به وكابتن مقتنع به أكيد هكمل لو اتفضل لو بتفكر في مدرب وطني وطني أو مصري وكابتن حسام كان موجود ليه لا طيب لماذا؟ كابتن حسام البدري جاء له عرض ومشي صح؟ واحدة واحدة معي وانت دلوقتي بتقول مرحب به؟ طب ليه رمضان صبحي مش مرحب به؟ بص يا مهيب انا بقول من وجهة نظر انا لكن في حاجات ادارية لا في حاجات ادارية في حاجات ادارية ولا ديم ازاي دي؟ لا ديم ازاي دي؟ في حاجات ادارية وفي حاجات بتبقى حاجات خاصة بإدارة النادي الاهلي وممكن على فكرة الموضوع كله بقى قاعدة عادية وان الكابتن حسام مش ممكن يرجع النادي الاهلي تاني الوقت ده طبيعي انا بتكلم استنتاجات انا بس تنتج بس تنتج الله واعلم اللي هيحصل يا لول والله العظيم بص يا مهيب كلامك بتغيب والله خالص انا مشكلت اللي بكلمك ما بعرفش رف وادور والله بكلم جواه على طول بس مش عايز انا احرجك خالص مش حاجات احراق بص بص في حاجات انا قدر اكتر بص اشتغلت مع حسام البدري طبعا انا اشتغلت مع كابتر حسام واشتغلت معاه كمان مكان موجود مستر جوزي لكن هي في حاجات انا كمدرب او حتى عضو في النادي الاهلي في حاجات في الادارة انت اقدرش تقول رأيك فيها او حتى تلمح لان في حاجات ادارية ما انا فيش مشكلة بالنسبالي بص اطير من انا انا النادي الاهلي بالنسبالي كلمة لا قدر ما بفكرش فيها خالص في اي منصب المنصب اللي هو شايفه يعني يليق بي أو حاجة تبقى متاحة لي ما أنت مش شوي الحمد للرب العالمين أنا دايما بقول أنا خاليني كده زي ما أنا لكن أما تقدمني حاجة أنت شايفني فيها وممكن هأدي فيها كويس وأنا شايف نفس الموضوع ده مناسب لي كويس والسني كمان والحمد لله تاريخ في النادي الأهلي عمر ما أتأخر عليه لكن أنا دايما النادي الأهلي بالنسبة لي موضوع كلمة لأ قديم ما تفكرش فيه ما تطورش تفكر